اهلا بيكو اصدقائي وحلقة جديدة من متكارسة حياة ومعاكم موسام اكبر عدو للانسان هو نفسه هو اللي بيخارب نفسه بنفسه ايه معناها التخريب الذاتي؟ التخريب الذاتي ده الحاجات اللي نفسك بتدفعك انك تعملها بتبوز لك خلطك بتبوز لك اهدافك بتعطلك عن نموك الشخصي بتعطلك عن النجاح بتخليك تعمل حاجات غلط مسلا اه بتاخدك الورا وبتشدك يعني ممكن تلاقي ناس في حياتك كتير ممكن يعملوا كده معاك بس المشكلة لو جاي منك انت فاكرين كده احنا كنا تكلمنا عن عن النجاح قبل كده او عن تطوير الزيات وقلنا ان اي حاجة بتبدأ بالرغبة من جواك فانت من جواك لو انت مش عايز تنجح لو انت مش عايز تعمل حاجة في حياتك لا يمكن هتعملها مهما كان مين اللي بيشجع ولو انت من جواك في رغبة حقيقية انك تنفذ حاجة وتعمل حاجة كويسة في حياتك هتعملها حتى وان كان مين حواليك بيحبطك فهي دي بقى كده المعادلة البسيطة اللي انا عايز اكتاخد بالك منها التخريب الزياتي بيجي في صور كتير يعني من ضمنها مثلا الانتخ انا عايز افضل طول حياتي من انتخ عايز افضل في منطقة الراحة بتاعتي في كونفرت زوم بتاعتي كده ومش عايز اخرج ومش عايز اتحرك ومش عايز اتلحل ده نوع من انواع التخريب الزياتي ممكن كمان ييجي من خلال الحديث السلبي مع النفس انا بحبط نفسي بنفسي دايما بتكلم عن نفسي وحشي مش واثق في نفسي حاسس ان انا مش هادر اعمل حاجة حاسس ان انا مش هنجح حاسس ان انا لا لو دخلت الموضوع ده هفشل فده برضو نوع من انواع التخريب الزياتي الخوف من الفشل ده نوع من انواع التخريب الزياتي بيخليني مش عايز اقرب اي حاجة جديدة او مش عايز امشي في طريق اي حاجة تسبب لي نجاح علشان انا خايف افشل الحاجات دي دي امثلة من التخريب الزادي دي بتخليك توقف وما بتخلكش توصل للامكانات اللي جواك او بمعنى اصحي كمان ما بتخلكش تكتشف الامكانات اللي جواك لو قضيت على الحاجات دي هتعرف تكتشف كويس انت ايه وتعرف نفسك كويس او بتعرف المجالات الجواك علشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه يبقى تلخيصا كده الموضوع لازم نفهم ايه هو التخريب الزادي التخريب الزادي اللي انا حاجات انا بأزي نفسي بيها بنفسي بعطل نفسي بقحبط نفسي بمنع نفسي من تحقيق اي نجاح شخصي لي هي عبارة عن الخوف من الفشل عبارة عن الانتخع عبارة عن الممطلة عبارة عن ان انا مش عايزة اتحرك عبارة ان انا بتكلم نفسي بكلم نفسي وحش اواخد فكرة عن نفسي وحشة مش عندي ثقة في نفسي مهزوز من جوايا كل ده صور من صور التخريب الزادي وممكن لو فكرنا تاني هتلاقي صور كتير يعني ممكن تفكر مع نفسك كده هتلاقي في صور كتير تبحث فيها عشان تشوف انت فيك ولا مفاكش طيب احنا عايزين بقى نخرج من التخريب الزادي مش عايزين بقى نفضل كده ايه احنا متمسكين ان انا بخرب نفسي بنفسي علشان تخرج من التخريب الزادي لازم الاول زي ما قولنا كده اللي انت يبقى عندك رغبة من جواك لازم انت اللي تكون عايز انك تخرج من التخريب الزادي وبعد الرغبة دي تكون جواك هتشوف بقى الاستراتيجات اللي انا هقول لك عليها النهاردة دي هتبتدي فيها واحدة واحدة كده وان شاء الله هتقضي على التخريب الزادي اللي جواك اول حاجة علشان نبتدي نشتغل على نفسنا في موضوع التخريب الزادي لازم الاول اكون عارف ايه هي السلوكيات اللي انا بعملها وفيها نوع من انواع التخريب الزادي زي ما قولنا كده اذا كنت انا مثلا بماطل بأجل دايما كل حاجة فبلغنفسي في الاخر اتزنقت فبادل ما مثلا ما انا عندي اهداف او عندي حاجات معينة عايز اعملها او فطا مسلا مية نقطة فانا العشان بأجل دي ودي وده ودي في الاخر انا وصلت مسلا لتلاتين نقطة بس من المية فحتى ما وصلتش حتى الرجاة النجاح يعني اه انا ممكن ما اعملش المية في المية عشان المية في المية دي برضو مقياس كبير شويه. بس انا في الاخر علىقل على اعل اعمل سبعين في المية عشان حسيت اللي انا تقدمت في حاجة او عملت حاجة. فلازم الاول تفهم وتكون على دراية بايه هي بسولوكيات التخريب الزاتي اللي جواك. علشان نبتدي نشتغل عليها. يعني انت بتماطل انت بتتكلم وحش مع نفسك انت بتخاف من الفشل انت مش عايز تاخد منطقة الراحة بتاعتك. ايه ايه نوع من ده فيك? لازم تفهم كويس اول. تاني حاجة اللي انا لازم افهم بقى السبب الجذري ليه. يعني انا بحب الانتخب مش عايز اخد منطقة الراحة. ايه بقى ليه? مع يعني علشان عالج حاجة لازم اعرف سببها ايه? طب ايه هو? ايه هو السبب اللي بيخليني ما اخرجش منطقة الراحة? هل بقى? هل هو خوف? هل هو اه ميل اكتر للراحة قوي? هل هو تردد? هل هو? ايه هو? ايه هو السبب اللي بيخليك تعمل السلوك اللي فيه تخريب ذاتي من جواك? احنا كده فهمنا ايه هو السلوك اللي عندي تاني حاجة عرفت اسبابه. ابتدي بقى اعالجه ابتدي اعالجه ازاي? اول حاجة اللي انا لازم احدد هدف واضح لنفسي. هدف وتصميم اللي انا عايز اعالج السلوك ده. دي اول حاجة. اول هدف. تاني تاني حاجة بقى في حدود الاهداف دي اللي انت تعمل بقى اهداف تمشي عليها علشان تبقى ضد السلوك التخريبي ده او السلوك التخريبي الذاتي ده. اه تعمل اهدافك زي ما قلنا كده الاهداف بتاعتك ما تبقاش طويلة لازم تبقى اهداف قصيرة اللي هي دي الاهداف اللي انت هتنفزها. لازم تبقى اهداف قصيرة. لازم تبقى خطوات تقسم الاهداف الصغيرة لخطوات صغيرة. لازم تكون اهدافك محددة. لازم تكون اهدافك قابلة للقياس. لازم تكون اهدافك تقدر تحققها. لازم تكون اهدافك متصلة. اللي هي في الاخر كده اسمع اللي سمارت جولز او الاهداف الزكاية دي الاهداف اللي احنا عايزين نمش عليها رابح حاجة ان انا ابتدي اتحدى المعتقدات السلبية اللي جواه اي فكرة بتهزك لازم تتحدها اي فكرة بتخليك تشك في نفسك لازم تتحدها اي حديث سلبي مع نفسك لازم تقطعه تماما لازم تنمي عندك عقلية الايجابية او العقلية اللي فيها عقلية نمو ان انا حتى لو انا شايف نفسي دلوقتي ضعيف في حاجة معينة فانا بقول لنفسي انا عايز اشتغل على نفسي في النقطة دي ما اقولش انا انا ضعيف في كذا الجملة بتفرق او الكلمة اللي انت بتطلعها من لسانك بتفرق جدا فكلنا ما فيش حد فينا كامل في حاجات فينا كلنا فيها نقص واحنا ربنا خلينا عشان نقعد نشتغل طول حياتنا كده للنقص اللي جوانا فعلى ما تيجي تجعل النقص اللي جواك لازم تقول لي نفسك انا عايز اعمل كذا انا عايز اشتغل على كذا كلمة انا عايز دي كفيلة انها تخليك تبتدي الخطوة الصحة انما لو قلت انا بقعاني من كذا انا ضعيف في الحاجة الفلانية انا فاشل في الحاجة الفلانية هتبدأ ترو معك فاشل هتبدأ تروع معك ضعيف فلازم تتحدى الافكار السلبية وتغيرها والكلمات السلبية اللي بتطلع من لسانك لازم تغيرها خامس حاجة اللي انت في كل حاجة اللي لازم تمارس التعاطف مع نفسك لازم تعفن الاخطاء ما فيهاش مشكلة ان انا اعف غلط ده ما فيش مشكلة اه التحديات ما فيهاش مشكلة المهم اللي انا اقف المهم اللي انا ابقى كويس مع نفسي المهم اللي انا اعمل نفسي كويس المهم اللي انا اقبل التحدي واخد الفشل ان انا جايلي عشان اتعلم السادس حاجة اللي انت تقسم كل اللي احنا قلنا عليه ده لخطوات صغيرة خلي كل يوم تعمل خطوة صغيرة مش لازم تقول انا عايز اوصل لكذا وكذا 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 مرة واحد لأ انا النهاردة عايز اعمل كذا واحد في المية من اللي انت شغله على نفسك من هدفك اللي انت عايز تشتغل عليه واحد في المية اتنين في المية ايا كان خليه صغير جدا علشان تقدر تنفزه ما هتقدر تنفزه هتتجاوز فيه وهتلاقي نفسك بتنجح اكتر هقولكو مثلا على حاجة انا بعملها حتى في قرية القرآن الورد اليوم بتاعي انا جربت في الاول لما جيت اعمل الورد اليوم بتاعي بقيت اخلي جزء تمام الجزء بياخد قرية من تلاتين الاربعين دقيقة فبقيت قمش على كده يوم اكسل يوم يسقط مني يوم بقيت لقيت نفسي كل ما بعمل لنفسي واحدد نفسي ورد عبارة عن جزء كامل ما بقدرش اكمله انشغالات بقى اي حاجة يعني اي حاجة كده برضو شوف السلوك اللي جواك بقى اللي بيدفعك انك ما تعملش او ما تنفس الحاجة اللي انت عاستعمل لما بدأت اعمله ربع واحد بس بدأت بدل ما بقى ربع لا بقيت اقرى جزء ونص يعني لان انا بقى ايه مسلا عندي مسلا خمسة عشرة ايه كده عايز استريح فيهم فروح مطلع المصحف او على الموبايل واقرى الربع اللي عندي وروح معلم عليه فيه بينامج حلو او اسمه ختمة اه ندوره عليه في الاب ستور هتلاقوه ختمة البينامج ده ممكن تخليك تقسم الختمات بتاعتك وفيه اكيد بقى مجزئه كتير بس نوعا ده البينامج اللي بستعمل فبقيت بقية كل ما قاعد مسلا لاب توب بشتغل شوية بعد كده عايز مسلا افصل شوية افصل شوية واقف كده بغير الوضعية بتاعتي وممكن روح مسك الموبايل واحقاري الربع ده الربع ده ما بياخدش خمس داية مسلا على بعضها وبياخدش عشرة داية على بعضها وروح معلم اللي انا قريته بلاقي نفسي في اخر اليوم عدت الجزء فهو ده بقى المقصود انك تعمل لكل حاجة هدف صغير هو ده المقصود بيه آآ السابع حاجة انك دايما تمارس الرعاية الذاتية تاخد بالك بالنفسك تاخد بالك من اكلك تاخد بالك من نشاطك تاخد بالك من صحتك الجسدية والعقلية واهم حاجة صحتك العقلية دي ساعتك العقلية بما فيها بقى العلاقات وما تحملش نفسك علاقات رخمة ما تبقاش بقى على ناس بتحبطك الكلام ده كله والثامن نقطة بقى واخر نقطة انك ان كل اللي حواليك لازم يكونوا بيشجعوك اي حد بيحبطك يلغي من حياتك تماما لو ما تقضيش تلغي من حياتك تماما ابد عنه يعني خليك بقى ايه متجنبه ما تتعملش معايا كتير فهي دي التمن خطوات اللي تخلينا نبتدي نشتغل نفسنا في التخريب الزاتي عشان نلخص اللي احنا قلناه في الحلقة بتاعت النهار ده احنا قلنا ان التخريب الزاتي هو اي سلوك بيعطلك شوف انت بقى ايه اللي جواك اي سلوك بيعطلك تحديثك السلبي مع نفسك ممطلة خوف اه انتخل اي حاجة من الحاجات دي عشان اشتغل عليها لازم اول حاجة اللي انا اعرف في السلوك اللي عندي اللي بيعطلني ده سلوك اسمه تخريب لذاتي انا بخرب نفسي بنفسي التاني حاجة اللي انا لازم احدد اسباب السلوك ده ايه التالت حاجة اللي انا احدد لي اهداف واضحة واهداف صغيرة واقسم الاهداف لخطوات صغيرة رابع حاجة اللي انا اتحدى اي فكة سلبية عندي واغير شكل الجملة اللي فيها حتى نقص عندي او فيها حاجة مش كاملة عندي او فيها فشل عندي لازم اغيرها من كلمة الفشل اللي كنت انا عايزة اجعفها كسا. او عايزة اشتغلها نفسي في كسا. خامس حاجة اللي انت لازم في كل الخطواتك بتمارس التعاطف مع نفسك. لازم تعرف ان الفشل موجود ومش عيب انك تفشل. المهم انك توعف على لجلك تاني. التحديات موجودة. مش عيب قبل انك تواجه تحديات. مش عيب انك تواجه اي حاجة نقصة فيك. ده مش عيب تماما العيب انك تستخبى منها او تقبلها وتستسلم لها. هو ده العيب. سادس حاجة ان انت لازم تعمل خطوات صغيرة. خطوات صغيرة هي اللي هتحقل. خليك تحقق الخطوات الكبيرة. الخطوات الكبيرة لو انت حطيتها قدام عينيك مش هتعرف توصلها. لازم تعمل خطوات صغيرة عشان تعرف توصلها. واي خطوة بتعملها لازم تحتفل بنفسك وتفرح بنفسك بيها سابح حاجة انك تكون دايما واخد بالك من نفسك من صحيتك الجسدية والعقلية والنفسية. وخصوصا النفسية وصحتك العقلية وعلاقاتك واي حاجة بتسبب لك هدك تقطعها على طول. ثامن خطوة واخر خطوة اللي انا لازم اخلي عندي كده اللي حواليا كلهم دا عيمين ليا. اي حد بيحبطك تبعد عنه. اي حد بيسبب لك اه مشاكل النفسية او اي حد بيسبب لك اه لود كده في حياتك يستحسن ماك تبعد عنه. هي دي التخريب الذاتي. هو ده معناه. هو ده الاستراتيجيات اللي انت ممكن تتبعها. علشان توقف السلوك اللي هو تخريب ذاتي من جوك. اتمنى تكونوا الواضحة. لو حد عنده اي استفصائي سبهلي في الكمنتات. لو جديد معنا بتنسيش لسابسكرايب. واشوفكم ان شاء الله في عطل اللي جاي على كل خير.